السلام عليكم، في فيديو اليوم سنتحدث عن كيف يمكنك أن تعرف أن المرأة تحبك رغم تجاهلها لك هذه من أكثر الأسئلة التي يطرحها الرجال في هذه الحلقة سنجيب عن هذا التساؤل لا تنسوا فقط أن تدعموني بلايك تعليق أسفل الفيديو واشتراك في القناة وتفعيل زر جرس التنبيهات للتوصل بكل ما هو جديد من فيديوهاتي لأنه يحز في نفسي الكم الكبير من المشاهدات لفيديوهاتي ولكن دون اشتراك أو تفاعل من قبلكم كأن قناتي لا تستحق مجهوداً بسيطاً من طرفكم وهو الدعم لأستمر، أستسمح لنواصل قد يواجه الرجال صعوبة في فهم المرأة بشكل عام خاصة إذا لم تكن لديه معلومات بخصوص لغة الجسد هنا يجد الرجل صعوبة في فهم المرأة وفهم حركاتها وتصرفاتها في بعض الأحيان المرأة تقوم ببعض الحركات الجسدية التي تدل أنها تريدك وإنها تحبك ولكن الرجل لا يفهمها لماذا؟ لأنه ليست لديه أي معرفة بلغة الجسد لأن لغة الجسد من أهم اللغات التي يجب على الإنسان أن يعرفها فحركات الجسد تمثل خمسة وخمسون في المائة من نسبة التواصل فيما الكلام يمثل فقط سبعة في المائة من هذا التواصل نحن نعلم بأن المرأة بطبيعة الحال لا يمكنها أن تبادر وتصارحك في أغلبية الأحيان هناك نسبة كبيرة من النساء لا يستطعن أن يصارحن الرجل بمشاعرهن بالرغم من أنها تحبه برغم من أنها تريده إلا أنه يصعب عليها فعل ذلك فهذا شيء أمر طبيعي للغاية لأننا نعلم بأننا نعيش في مجتمع يرى بأن الرجل هو الذي يجب عليه أن يكون المبادر ويصارح بمشاعره أولا فالمرأة هنا لا تستطيع البوح بمشاعرها إذن ماذا تفعل المرأة؟ إنها تقوم ببعض الحركات التي تشير على أنها تريدك لكن هنا المشكل وهو إذا كان الرجل لا يفهم لغة الجسد لدى المرأة في أغلبية الأحيان عندما ترى أن المرأة تقوم بتجاهلك لا تعرف أنت ما الذي تقصده هذه المرأة هل تحبك أم لا؟ هناك مجموعة من الأشياء إما أن المرأة تتجاهلك لأنها تعبت بهذا المعنى لأنها أظهرت لك لغة الجسد على أنها تحبك وأنها تريدك ولكنك لم تفهم هذا الشيء لذلك قررت هذه المرأة أن تتراجع أي أن تعتمد طريقة التجاهل فهنا عندما تعتمد المرأة طريقة التجاهل فهي تقصد بأنها لا تريد أن تطيل الأمر أكثر من اللازم إذن ماذا يجب عليك القيام به؟ أنصحك أولا باستخدام هذه المعلومات في الحلال هنا يجب أن تصارح المرأة بمشاعرك إذا رأيتها تتجاهلك إذن عندما تحب مرأة ورأيت بأنها لا تستطيع مصارحتك هي الأخرى بمشاعرها فهنا يجب أن تعلم أنها تعتمد التجاهل لكي تصارحها أنت بمشاعرك إذن لا تنتظر أكثر صارح هذه المرأة بمشاعرك وألف مبروك الخطوبة وأتمنى من الله أن يتم عليكم نعمته بألف خير وسعادة النقطة الثانية يمكن أن تكون المرأة تتجاهلك مثلا بدافع الغيرة هنا يجب عليك أن تفهم شيئا واحد إن المرأة بدافع الغيرة يمكن أن تعتمد العديد من الطرق للتعامل مع الرجل ومن أكثر الأشياء التي تطبقها المرأة إذا شعرت بالغيرة هي التجاهل يعتقد بأن هذا التجاهل يدل على النفور وعلى أن هذه المرأة لا تريدك ولكن على العكس تماما يجب عليك دائما مراجعة تصرفاتك معها ما هي الأشياء التي قمت بها؟ لماذا؟ ما هو السبب الذي قد يجعل المرأة تتجاهلك؟ عندما نقول التجاهل ما الذي نقصد به؟ لكي نكون واضحين إما أن هذه المرأة تتجاهلك لأنها تحبك أو لأنها لا تريدك عندما نقول التجاهل لأنها لا تريدك هذا شيء ظاهر وهذا شيء واضح للغاية من خلال أنها ستقطع التواصل معك بشكل نهائي أي أنها لن تجيب على رسائلك ولن تتواصل معك على الإطلاق ورغم اتصالك بها المستمر لن تجيب هذا شيء واضح للغاية ولكن المرأة عندما تتجاهل لأنها تحب هنا تقوم باعتماد بعض الحركات لذلك يجب عليك أن تراجع نفسك من خلال طرح بعض الأسئلة ما هي الأسباب التي تجعل مثلا هذه المرأة تتجاهلك فمن الواضح أن المرأة رغم تجاهلها مثلا تعاملك بطريقة لطيفة مثلا عندما تتحدث معها تجدها تتابعك باهتمام عندما تحب المرأة ركز معي على هذه النقطة فهي لا تنظر بشكل مباشر إلى عينيك لماذا؟ لأنها ستشعر بالخجل لأنها لا تريد أن ينفضح أمرها أمامك فهذا أمر طبيعي للغاية لأن معظم النساء دائما يعتمدن دائما على إظهار عزة النفس لأن الرجل دائما من يجب عليه المبادرة بالمصارحة أتمنى أن تكونوا استمتعتم بالموضوع والنصائح المقدمة شكرا لكم على المشاهدة ولا تنسوا أن تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الإعجاب وتتركوا تعليقاتكم المميزة كل المعلومات المتعلقة بالقناة تجدون رابطها دائما في صندوق الوصف وفي أول تعليق سنلتقي مرة أخرى في مغامرة جديدة إلى اللقاء يا أصدقاء